النادي الاهلي وهو بيكرم الحاضر بتاعه وهو ده النادي الاهلي بقى وهو بيكرم الحاضر بتاعه ويحتفي ببطولة كبيرة جداً وبإنجاز كبير لجيل اللاعبين بيكرم قيم كبيرة جداً أعطت للنادي بإخلاص عبر سنوات طويلة وكأنه يؤكد على رسالة مهمة لكل أجياله مجلس إدارة النادي الاهلي وهو يكرم أبطال العشرة يحتفي ويحتفل ويكرم اتنين من رموز الاهلي الكبار المهندس عابل القيعي والكابت المحرم الراغب الاتنين ما سابوش مقعد في النادي الاهلي إلا وخدموا النادي من خلاله بصوا من عضو مجلس إدارة لمشرفين على الألعاب لإدارة العمل التنفيذي في النادي كمديرين إلى لجان النادي المختلفة عبر سنوات طويلة كان الكابت المحرم الراغب والمهندس عابل القيعي اتنين من الرموز الأهلوية الكبار جداً اللي شاف مجلس الإدارة برئاسة الكابت المحمود الخطيب إنه يستحق هذا التكريم في هذه الاحتفالية الكبيرة اللي هيبقى فيها تفاصيل كتيرة لكن زي ما بقول لكم هو ده النادي الاهلي ناس كتيرة من الجماهير طول النهار ومبارح عملين يبعثوا نقدر نحضر يعني كان يتمنى النادي الاهلي إن الظروف تسمح وإنه الملعب يقدر يستقبل جماهير لكن أعتقد قناة الاهلي إن شاء الله هتكون على موعد معبث مباشر لكل وقاع هذه الاحتفالية الكبيرة اللي بتأكد للأجيال الجديدة من النادي الاهلي إنه ما تحقق كان يستحق كل هذا الاحتفاء والتكريم يا باشوانتس أنت عايز مش هقدر أعلق يعني مش هيفعلق لا غير أعو غير أنك تشعر أن مشوار حياتك لما يذهب سودا بالتأكيد وأن فيه ناس بص عليه كويس صحيح وإنك أنت ما كنتش تحلم بهذا المشوار ولا بهذه النتيجة ده اللي قدر أقوله دلوقتي يعني أنا بقولت لكم كتير أنا للأسف وجود المهندس عدد معايا على الترابيزة واحدة بيمسك لساني على أن أنا أقول كلمة حق يستحقها هذا الرمز الأهلاوي الكبير زي ما يستحقها الكابت المحرم الراغب زي ما يستحق مجلس الإدارة الحالية كل التحية لأنه عايزين نفكركم أنه مجلس الإدارة الحالي استهل عمله بعد انتخابه بالاحتفاء والتكريم كل رموز النادي في مختلف الألعاب وشفنا وقتها عدد من رموز النادي في مختلف الألعاب الرياضية من كبار خبراء ومدربي ونجوم النادي القدمة ناس كتيرة كانت حتى ما اطمنتش عليهم على صحتهم بس هو ده مجلس الإدارة وهو ده دور النادي الآلي في لضم الأجيال مع بعضها علشان يأكد لكل أجيال النادي إن الأهلي ما بينساش مخلص على الإطلاق كل من يعطي للآلي بيستحق التحية والتقدير والتكريم ترجمة نانسي قنقر